السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلسة ده المسلسة الجميلة المسلسة الخيال العلمي بيتكلم عن الزكاء الاصطناعي. بيفترض ان في شخص جماع اللي هو دوت اللي بس نظارة. بيخترع جهاز بيتصنف على كل الكاميرات المراقبة على كل الاميليات على كل اي حاجة في الانترنت هو بيصنط عليها. وبيبدأ يشوف مين الشخص اللي معرض للاتل او معرض ان هو يقتيه. وبعد كده يبعط لهم الرقم بتاعه. وهو عامله بحيس ان هو ما يدوش تفاصيل. يعني يبدي له بس الرقم الشخص دوت وهي بنسلش عليه. ويبدأ يحاول يتدخل عشان يمنع العملية الاتل ديت او يمنع المشكلة اللي هتحصل. طول المسلسل بيبدأ فيه مقشة على موضوع المشكلة الاخراقية عند الزكاة الصناعية او عند البشر. ذكرني الموادلة ذكرها الدكتور عبدالوهاب الميسيري. ان في شركة سيارات طرحت سيارة اا للبيع. وبعد فاتن اكتشف فيه مشكلة. المشكلة دي لما يجي حوت فممكن الشخص يموت. فقال لك احنا نسحب السيارات قبل ما ناسه تموت. فالمحامي قال لهم لا استنى بس هنعزين نفكر كده. احنا لو سحبنا السيارات هنخسر مثلا عشرة مليار. بينما لو سبنا السيارات في السوق وفي نسبة اا ماتت ودفعنا التعاوضات. فهنسبع مثلا اربع مليار. ففي مقفر ستة مليار. فسيبوا السيارات زي ما هي. فطول الوقت هموا بيعود يفكروا. هو حتى بيقولك. لو ممكن الزكاة الصناعة ده هو اللي يفكر وهو اللي ياخد القرار. ممكن يقولك عدد البشر كتير. ففي مجاعة فهنحل المجاعة دي بان انا اموت نص البشر. فالاكل يقضي الناس اللي هتنجوا. تمام؟ فيها شوية حاجات افكار لازم لاحظة تفكر فيها. في موضوع الزكاة الصناعي. في موضوع الاخلاقية بتاعت الحاجة بحيس ان انت لما تجي تبرمجها في برمجها ازاي وهاكزا. تعال نشوف لقطة سريعة كده. هو في واحد بيستاعده وكان عامل صواف في السي اي ايه اللي هو دوت. هموا بزمينة ومسلسة الرغز البدلة مع ان كل اللي في مسلسة رجلسة تلافسي البدل. هي اللي انا بقى طول وقت شايفة ااا كل الناس من خلال الكاميرات وبتبدأ تدي له تعليمات. عشان تاس ان هو ينافزها. وبعد كان في الناس من الشرطة بتتطنع بالفكرة بتاعته وبتطوع انها تساعد معاه بشكل ااا بشكل يعني غير قانوني. وطبعا القانون بيحاول ان هو يبوض عليه. ده توليو معي على كمبيوتر وبعث له بقى التعليمات. فهم سلسل شايق وفيه شوية معلومات اا كويسة وفيه اا نوع من انواع التفكير في اهمية الذكاء الاصناعي. ايه انا الماكنة بتتعرف عليه ان هو ده مثلا اا اا اللي اختراحها الادمن. ايه اكبر تسمع كلامه. فان شاء الله مشاهدة يعني ممتعة ومفيدة بازن الله.